موسيقى موسيقى قصتنا لليوم مؤلمة جدا وغريبة غريبة من ناحية شخصية الجاني ومؤلمة من ناحية الضحايا حتى الدوافع أبدا غير منطقية رح نسمع تفاصيل قصتنا لكن كالعادة بعد هالفاصل القصير اللي خلاله رح أطلب منكم اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم أي فيديو جديد نسمع التفاصيل موسيقى قصتنا صارت بتاريخ عشرين خمسة من العام الفين وخمستاش في منطقة من مناطق ميرلاند بسموها والديرف لا تبعد هاي المنطقة عن واشنطن دي سي أكثر من ثلاثين كيلومتر المفروض سيدة مع زوجها الثاني موجودة في باركنات مول من المولات حتى تنتظر زوجها الأول ووالدته يجبوا لها أولادها لأنه كان في بينها وبينهم وصائع لها الأولاد أثناء جلوس كريستل في السيارة مع زوجها روبرت بالمناسبة هي أم لطفلين من زواجها السابق عندها طفل من زواجها الحالي وكمان حامل سبع شهور تقريبا في طفل آخر هلا أثناء وجودهم في السيارة أحد الأشخاص بيدخل على السيارة بيجلس بالمقعد الخلفي بيطلق رصاصة واحدة على الزوج على طول بيهرب من باب السيارة بينزل على الأرض الشخص القاتل بيلف لعنده بينزل من السيارة طبعا بيلف لعنده بيطلق عليه مجموعة من الرصاصات بعدين بيلف على الجهة الأخرى وبيطلق ثلاث رصاصات على الزوجة واحدة منهم هي اللي بتصيبها الناس الموجودة في المكان بتبدأ تهرب لأنه احنا بنحكي عن ساعة الذروة العديد من الأشخاص كانوا موجودين باركينج مول في عنا مطعمك أكيد بده يكون عدد كبير من الأشخاص هلا هم مفروض موعدهم الساعة الستة والحادث صارت الساعة أربعة وخمس واربعين دقيقة تقريبا القاتل بغادر المكان وهو في باله أنه قتل الشخصين وما بيعرف أنه غير الدمار والخراب اللي تركه وراه هو ترك وراه شاهد لأنه لما توصل دورية رجال الشرطة وسيارات الإسعاف صحيح أنه روبرت بيتوفى بعد محاولات استمرت من 10 ل 15 دقيقة لإنقاذ حياته إلا أنه كريستل ما زالت على قيد الحياة بالرغم من أنه تم إطلاق ثلاث رصاصات عليها لكن يبدو أنه إصابة واحدة هي اللي أصابتها أول ما توصل دوريات رجال الشرطة كريستل بتكون ما زالت في وعيها بتخبر رجال الشرطة عن مين عن اللي أطلق عليها الرصاص والمفاجأة بتكون أنه هي جدة أطفالها من زوجها السابق واللي هو ريتشارد بتخبرهم أنه كارولين كونوي هي اللي أطلقت علي الرصاص بعد هيك بينقلوها على المستشبه ولحسن الحظ أنها هي والطفل اللي في بطنها بيكونوا بخير زوجها الأول واللي اسمه ريتشارد كونوي هو الوصي على أولاده مع والده بالعادة لما يكون مناوب بداوم 10 أيام وأربع أيام خلال هالعشر أيام اللي بيكون يعتني بالأطفال هي الجدة المفروض أنه فيها اليوم جايين حتى يسلموا كريستل الأولاد لأنه دورها في العناية فيهم وبتصير هاي الحادثة الأليمة وأكيد بيخطر عبالكم زي ما خطر عبال رجال الشرطة وليش هاي الجدة اللطيفة في الخمسينات من عمرها اللي بتحب أحفادها جدا عندها رغبة في أنه تقتل والدتهم وزوج والدتهم السبب بحسب رأي المحللين والمحققين أنه هي صار عندها هوس في هذول الأطفال وبدها تحتفظ فيهم لنفسها وما تخليهم يروحوا عند والدتهم نهائيا صحيح أنه رجال الشرطة في البداية توقعوا أنها حادثت سرقة سيارة لكن لما كريستل وضعت اسم كارولين على طول هم ما كان عندهم شك لأنه هي عاشت معها لفترة بتميز صوتها بتميز شكلها وفعلا بتبدأ عملية بحث ضخمة عن هاي السيدة وتخيلوا بس ملاحظة ما أنساها أنه هي أطلقت الرصاص على بطن كريستل وكأنها بدها تقتل حتى البيبي اللي داخل بطنها لكن في النهاية نجل اثنين بتبدأ عملية بحث عن الوالدة وبيحاصروا الحي اللي هي بتعيش فيه وكان سهل جدا يوصلوا لعنوان هاي السيدة لأنه ابنها أصلا واحد من رجال الشرطة بالإضافة لأنه كريستل أعطتهم العنوان خلال هاي الفترة زي ما حكيت بتوصل دوريات الشرطة بتحاصر المكان وبيكونوا يتابعوا كاميرات المراقبة حتى يتأكدوا من رواية كريستل من خلال كاميرات المراقبة بتتبعوا حركاتها كالتالي بعد ما تنفذ جريمتها هاي السيدة تعبر الشارع إلى الجهة الأخرى وهناك بتدخل على محطة بترول بتبدأ تجري مكالمة هاتفية على يبدو ابنها واللي هو ريتشارد لأنه سيارته كانت موجودة مش يبدو هو أكيد ريتشارد سيارته كانت موجودة وتحوم في المكان بتستخدم تليفون من اللي بالعادة بيتخلصوا منهم بعد فترة حتى ما يتم تعقبها بياخدها بسيارته وبيروحوا على منزل أصدقاء لهم هناك بتغير التيشارد اللي كانت تلبسه وبتظهر في كاميرات المراقبة الخاصة بأفراد هاي العائلة اسمهم The Gayle Family وهي لابسة تيشارد مختلف عن اللي دخلت فيه بيتخلصوا من سلاح الجريمة وبعد هيك بيغادروا المنزل الغريب جدا أنه بعد ما تتخلص من ملابسها بيكون واضح على كاميرات الفيديو وكأنه ريتشارد يضع هاي الملابس وسلاح الجريمة في كيس معين وبيتخلص منهم في النفايات هلا هل كانت The Gayle Family يعرفه أو لا بهاي الجريمة ما حد بيعرف لكن هي لما وصلت على البيت وكان يبعد تقريبا 15 دقيقة عن مكان تنفيذ الجريمة اللي هي كارولين بتحكي لأفراد العائلة أني أنا أطلقت الرصاص عليهم أطلقت الرصاص على الاثنين واضح من خلال كاميرات المراقبة أنه الجدة مع الطفلين بالإضافة لريتشارد بيركبوا هاي السيارة والمفروض أنهم رايحين حتى يقابلوا كريستل في الموعد الجديد لأنه اللي صار لما دخلت كارولين على السيارة أجبرت كريستل أنها تجري مكالمة هاتفية مع ريتشارد طبعا تحت تهديد السلاح حتى تغير موعد اللقاء ومكان اللقاء المفروض أنهم يتقابلوا عند المحكمة هلا كارولين وريتشارد ما أخذين الأولاد وعلى أساس أنهم رايحين على الموعد ولا كأنه في شي صاير أكيد هما مش عارفين أنه كريستل على غيد الحياة وخبرت رجال الشرطة بأنه اللي أطلق الرصاص عليها هي كارولين هلا هما مفكرين يروحوا المفروض على المكان الجديد لللقاء ويدعوا أنهم ما التقوا فيها فيماك وهي غيرت الموعد هلا بصير أنه بدل ما يروحوا ما بعرف ليش غيروا خطتهم بيروحوا على محل معروف كثير في أمريكا بيسموه تارغت بيتفتلوا شوي بيستخدموا الحمام وبعد هيك بيرجعوا على البيت وكأنهم ما بيعرفوا تفاصيل اللي صار أكيد بيشوفوا رجال الشرطة بيشوفوا بتعرفوا أشرطة الجريم اللي بيكونوا حاطينها وهون بيكونوا موجودين بين الناس اللي موجودين في المكان وكأنهم زيهم زي أي حد ثاني خلال هاي الفترة بيكون ريتشارد اتلقى العديد من الاتصالات المسجات من رؤساءه في العمل لأنه بدهم إياه يراجعهم في مركز الشرطة وهو يجاهل هاي المسجات والتليفونات أخيرا أثناء وجوده خلف هاي الأشرطة الصفراء بتعرفوها اللي بيكونوا حاطينها لما يكون فيه جريمة بيطلق اتصال بيرد عليه على طول بيحكيله المسؤول عنه أنه أنت لازم تراجع الشرف لأنه فيه موضوع بدنا نحكي فيه بعد ما يسكر الخط على طول بيتقدم من الشرف اللي بيكون موجود في المكان أصلا بيحكيله أنا ريتشارد شو اللي بيصير أكيد بيسألوا عن والدته بيحكيلهم هايها موجودة بين الناس اللي كلهم بيتفرجوا شو اللي بيصير على رجال الشرطة وهم يفتشوا في المكان على طول بتم اعتقالها لهاي السيدة وبيبدأ التحقيق معها في مركز الشرطة طول في مركز الشرطة بيبدأ التحقيق معهم والغريب إنهم بيحكوا 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 لعدة ساعات وهي نفس القصة تماما بدون ما يطلبوا أي محامي بيكونوا متعاونين جدا مع رجال الشرطة على الأغلب هو بيحاول يظهر لهم إنه هو ما إلوا علاقة لا هو ولا والدته بأي شيء صار هلا بيحكوا قصتهم العادية إنه المفروض هم إلهم موعد مع كريستل هي غيرت الموعد خلال هاي الفترة هم كانوا يتجولوا في المكان حتى يعني كأنهم يشتروا بيت يشوفوا المنازل يلقوا نظرة على النيبرهود أو المكان اللي هم موجودين فيه وبعد هالتحقيق اللي استمر لعدة ساعات بيتم اعتقال الجدة أو كارولين لأنه أصلا كريستل عرفت عليها وحكت إنه هي لأطلاقة الرصاص عليها بالنسبة لريتشارد بيتم إطلاق صراحه لكن ما بيطولها شيء بعد عدة أيام بيرجعوا بيعتقلوا لأنه عائلة جيلز واللي هم أصدقائهم اللي راحوا لعندهم على البيت هم تواصلوا مع رجال الشرطة خبروهم إنه بعد جريمة القتل ريتشارد ووالدته إيجوا عندهم على البيت كارولين غيرت ملابسها وأيضا انتبهوا وكأنه ريتشارد تخلص من الملابس بالإضافة لسلاح معين في واحد من كيس النفايات وبالتالي صار هو أيضا مشتبه فيه في جريمة القتل وبتم اعتقاله بالنسبة لكارولين فعلى طول كانت حجتها إنه هي بتعاني من مرض معين بسموه أمنيجيا واللي هو عبارة عن فقدان الذاكرة وبتنكر تماما إنها تكون يعني منذكرة تفاصيل أي شيء من اللي صار هل الإدعاء طبعا بيرفض هاي الحجة نهائيا لأنه هي واضح كانت تخطط استخدم التليفون المفروض إنه ما بتم تعقب بسهولة التقت في ابنها كل الأدلة تشير إنها واعية وعارفة شو تصرفاتها في المقابل الدفاع بيحكي بطريقة إنه مستحيل يكون إنسان عنده ذر التفكير يفكر بخطة للقتل بهاي الطريقة وجهة نظر المحامي فيها شيء من المنطق لأنه فعلا يعني الجريمة غبية بطريقة حتى ماسك ما كانت تضع على وجهها خلال النهار في باركينج المفروض إنه موجود فيه عدد كبير من الناس فكانت الجريمة غريبة جدا هلا لما يسألوها عن دوافع بتحكي صحيح إنه أنا ما بتذكر إني قتلتها لكن هي كانت إنسانة سيئة مع أحفادي هلا هي بتدعي إنه أحفادها كانوا يتعرضوا للتحرش خلال وجودهم في منزل والدتهم وإنه واحد من الأولاد خبرها بإنه هو يتعرض لشيء زي هيك من قبل صديق من أصدقاء العائلة جدا بتدعي إنه أحد الأطفال خبرها إنه فيه شخص اسمه مونتانا وبنادوتانا هو اللي بيتحرش فيه أثناء وجوده في منزل العائلة وهو بالمناسبة صديقه كان يمضي الكثير من الوقت داخل منزل العائلة الإدعاء بينفي هاي الإدعاءات تماما وبأكد إنه في النهاية هي وسيلة من وسائل هاي السيدة للدفاع عن نفسها في البداية حكت إنه هي ما بتتذكر تفاصيل اللي صار وادعت إنها مريضة وبعد هيك بدت تفكر عن مبرر يبرر إلها جريمة القتل أيضا الجدة بتدعي إنه الأولاد كانوا يعانوا من الإهمال ييجوا عندها على البيت يكونوا متسخين الطفل اللي كان يضع البامبرز ييجي وكأنه جسمه محمر تماما لإنها ما كانت تغير له بانتظام بالإضافة لنقطة أخرى بدت تحكي فيها هاي السيدة واللي هي إنه لما كانت هي طفلة وعمرها سنتين هي كانت تخضع لنفس هاي التجربة السيئة لأنه أحد أفراد العائلة كان يتحرش فيها وما بعرف كيف ذكرت وهي عمرها سنتين المحامل الخاص فيها بيدعي إنه هالتجربة السيئة واللي صارت معها لما كان عمرها سنتين ظهرت فجأة وهي في الخمسينات من عمرها ما ظهرت في العشرينات ما ظهرت لما تزوجت وبدت علاقة طبيعية مع زوجها لا ظهرت لما كانت في الخمسينات وشافت أولاد ابنها بيتعرضوا للتحرش في النهاية بيخضع الاثنين المحاكمة اللي هم ريتشارد ووالدته وبتكون محاكمات منفصلة في دفاعه عنها المحامي بيستخدم كل الحجج السابقة اللي حكينا فيها خلال المحاكمة محامي الدفاع بركز على فكرة إنه هي ما بتتذكر أبدا إنها أطلقت الرصاص بالإضافة للأفكار الثانية في المقابل المدعي العام بينكر هالكلام وبيحكي إنه هي كانت خطة وخطة مدروسة جدا من قبل الشخصين حتى يتخلصوا من كريستل ويحتفظوا بالأطفال المحامي الدفاع حاول يركز على مجموعة من المسيجات اللي كانت بين مونتانا واللي هو الشخص المفروض إنه بيعنف الأطفال أو بيتحرش فيهم وكريستل هو بده يثبت في النهاية إنه مونتانا كان موجود في المنزل لفترات طويلة وعنده أكسس أو ممكن يوصل للأطفال المدعي العام بيأكد إنه هالكلام غير صحيح وإنهم يحققوا في الموضوع وتم التأكد إنه مونتانا ما إلو علاقة أبدا في التحرش بهالأطفال هلأ في نقطة مهمة بيحكي فيها المدعي العام إنه هاي جريمة مخطط إلها والدليل على ذلك إنه تم شراء الهاتف اللي استخدم في التواصل بين كارولين وإبنها قبل شهر تقريبا وبخطة ذكية جدا من ريتشارد ريتشارد بيتواصل مع أحد الأشخاص الصغار بالعمر بيخبره إنه أنا عندي عملية بخصوص مخدرات وإلى آخره ولازم أشتري جهاز تليفون من هاي اللي بتم التخلص منها صعب إني أستخدم جهاز الهاتف الخاص فيه بياخدها الشخص بيعطيه مبلغ مالي وبيخليه يشتري له جهاز التليفون دليل على إنه كان يخطط ما راح هو اشترى جهاز الهاتف لأ وبعد هيك تم استخدام هالهاتف لما تم قتل كريستل بالنسبة للمدعي العام فالأمور واضحة إنك تستدرج شاب مراهق 15 إلى 16 عام حتى يشتري لك جهاز هاتف وفي النهاية تم استخدام هالجهاز في عملية قتل أكيد شيء سيء هلأ في اللحظات الأخيرة بتقرر كارولين إنها تاخد منصة الشهود وتبدأ دافع عن نفسها خلال وجودها على المنصة بتحاول تظهر لهيئة المحلفين إنه الأولاد كانوا يتعرضوا للتحرش وهي وهي طفلة نفس السوالف اللي حكينا فيها سابقا هيئة المحلفين ما بيقتنعوا بكلامها وبعد أسبوعين من المحاكمات هي وجدت مذنبة بجريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليها بالسجن مدى الحياة ونفس الشيء بالنسبة لإبنها ريتشارد بحسب كلام الجهات المختصة ففكرة إنه الأولاد بيتعرضوا للتحرش هي غير موجودة نهائيا لكن الجدة بتدعي إنه في مرة من المرات هي أخذت واحد من الأطفال على ثيرابيست اللي هم معالجين نفسيين وخلال العلاج هالطفل أظهر إنه في شيء من خلينا نحكي التصرفات غير الصحيحة من قبل الشخص اللي هو مونتانا اتجاههم هاي السيدة أو الثيرابيست خبرت السلطات المسؤولة هم حققوا في الموضوع وتم التأكد إنه هالكلام غير صحيح من خلال اللقاء مع الشخص واللي هو مونتانا المفروض كان بيتحرش بالأطفال فهو أنكر تماما إنه يكون إليه أي علاقة في هالموضوع وإنه الهدف الوحيد لهاي السيدة واللي هي كارولين إنها تأخذ الحضانة الكاملة والوصائل الكاملة على الأطفال ما يسألوا سؤال مهم هل أنت بتعيش داخل منزل العائلة أولا بيحكي صعب أخبركم لأنه عنده بيت في القاعدة هو في البحرية الأمريكية بالمناسبة وروبرت صديقه من رجال البحرية بيحكي إنه أنا بيتي موجود لكن كنت أمضي الكثير من الوقت في منزل روبرت لأنه إحنا أصدقاء وبيننا الكثير من الأشياء المشتركة لكن من خلال حديثه واضح إنه هو كان يمضي جزء من وقته مع الأولاد لوحدهم الوالد والوالدة يروح يتسوقوا ويشتروا مجموعة من الأغراض هو يعتني فيهم بيبي سيتينج يعني وما بعرف والله أعلم إذا كان فعلا بتم التحرش فيها الأطفال أو لا وكانت هاي نهاية قصتنا لليوم لكن قبل ما أنهيها عندي فكرة معينة أخدتها من محاضرة في هاي المحاضرة كانت عن كيف تعلم أولادك إنه ما يتعرضوا للتحرش هلا من ضمن الأمور اللي ذكروها إنه المفروض نعلم أولادنا إنه في مناطق خاصة جدا في جسمهم ممنوع أي حد يلمسها أو يشوفها إلا ممكن الوالدة أثناء ما هي بتحممهم لأنه الشخص اللي اسمه تامي على الأغلب الإدعاءات إنه هو كان يتحرش فيهم أثناء الاستحمام هلا لازم نعلم أولادنا إنه في أماكن خاصة ما لازم أي حد يلمسها وإذا اتعرضت لشيء زي هيك على طول لازم تخبر والدك أو والدتك حتى لو كان من قبل الأشخاص المقربين وما تكون خايف لأنه إحنا ما رح نآمن بكلامك أو صدقك إحنا واثقين فيك ورح نقتنع إذا فعلا أنت خبرتنا هالشي ونحقق فيه ونتأكد منه بتمنى تكون قصتي عجبتكم لليوم إلى اللقاء في قصة أخرى أخبرتكم لليوم اشتركوا في القناة